السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكل الانتابعين معايا كورس البيتش فيديو. اه في الحلقة اللي فاتت قلنا ازاي نداون الفريموورك بتاعنا. اه هو نزل للفريموورك. اه فياريت اللي مداون الفرجن اللي فات يعمل موضوع الابديت سهل وفي طيب النهاردة هنتكلم في الفريموورك اللي هو اصدار واحد زيرو واحد. هنتكلم عن ايه هو الكانسل اللي هو ده? طيب ده عبارة عن ايه? لو انت لاحظت في اعدادات الفريموورك اللي هي بعد كده بعد كده سيرينجز دات بيتش فيه. هتلاحز هنا في وضع المطور مفتوح. وضع المطور ده اللي هو بيتحلك الكانسل والديباجر والكلام دي. لو لاحزنا هنا في الكانسل فيه حاجة اسمه وديباجر والوورنيمز. عندنا هنا في اللي هو البيج قعدت عشان عشان تتحمل اخدت مية تراتة واربعين الثانية. تمام? وعندنا اللغة الاكتف حاليا هو الجديد ينتاز اللي هو بيدعم لغات متعددة. هنشرحها لحلقة الجاية. والتوتل في الكاش واحد. ولو ضغطت هنا انت هتعمل للكاش او هتمسح الكاش. طيب. وهنا الماي اسكيو ايل مش متصل بقواعد البيانات. ليه? لان انا هنا مش ايل له اللي انا هستخدم قواعد بيانات. نرجع تاني. عندنا اللي هو عدد استعليمات قواعد البيانات. هنا زيرو. ليه? لان انا ما عنديش قواعد البيانات على كونكشن حاليا. طيب. ايه هنا بقى? الفايرول ميديول هنا ان. الفايرول ميديول اللي هو مسلا لو جيت انا عملت اي 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 او اي كوايري لازم ده هيعدي على عدة مراحل من الحماية. يعني لو قدت له مسلا اكشن اكشن اكوولز مسلا سيلاكت اه سيلاكت مش عارف ايه من او كلام ده. هيصلع لي على طول والفريم وورك هيقومه في تمام? عندنا ايه كمان? برضو شغالة. شغالة. وعندنا هنا يعني انت عندك هنا في في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها ده تبع الفريم وورك ما تجيش جنبه. هنا فيها واحد اللي هو هي دي البيج اللي تحملت وكتبت لنا كده. اصبح البيج اللي تحملت في او اول ما دخلت على هي واحدة. اللي هي لو ضغطنا هيقول لنا البيج دي. طيب. نرجع تانية هيقول لنا ايه اللي تحملت في البيج دي. نضغط عليها. هيقول لنا الهوم كنترولر اللي جوه الهوم بعد كده كنترولرز. يعني ايه? يعني انت وانت بتعمل بتاعك مسلا انا عندي الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية احطها في فولدر اسمه هوم. كل ملف او او كل مادل من ده او فيور من ده يحتوي على الفولدر اللي هو البرامري فولدر. يليه الكنترولرز بتاعته والمادلز والهيلبرز والكلام ده كله. تمام? هنا في الكنترولرز اللي هو الهوم كنترولر اللي هو عن طريقه طبعا لنا الكلام ده في الهوم بيج. اصبح الكنترولر ده هو المسؤول عن الهوم بيج. طيب. عندنا ايه كمان في ريبوتز. بيعتبر خلصنا الريبوتز دلوقت. الديباجر. الديباجر بيعرض لنا اي حركة بتحصل في ده بيساعدك ان انت تعمل تحليل للكوت بتاعك وتعمل له ديباجر. في حاجة اسمها لو انت عندك اخطاء برمجية او اي حاجة تظهر لك هنا. طيب اتمنى للنهاردة نكون شرحنا ايه هو بتاع الفيم وولد. واستنوني بازن الله الحلقة الجاية. واشوف كل الحلقة جاية بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.